السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة للفيديو اليوم سوف نرى الوحدة 17 والذي سوف نهضره فيها على الـ On-Page SEO بالنسبة للـ On-Page SEO سوف يوجد الكثير من المراحل والمرحلة الأولى التي سوف نرى هي Content Optimization بالنسبة للـ SEO بصفة عامة 5 سوف نقوم بإضافة لكي تسمى بالـ SEO المدونة المرحلة الأولى هي Keyword Research وهذه سوف نرى في الفيديو Keyword Research ونرى Keyword Mapping إذاً بالنسبة لكم إذا كنتوا بديتم معي في سيري بلوغين هذا Keyword Research سوف نرى إذاً للمشيتوا الـ Playlist سوف نرى Keyword Research ثم نرى Keyword Mapping حتى هذه سوف ندخلها في Keyword Research وسوف نضم بإضافة فيديو آخر بـ Related Keywords إذاً هذة ثلاثة هذو هما اللي داخلين في هذه المرحلة يعني في هذه المرحلة Keyword Research المرحلة الثانية في الـ SEO هي Basic ECU ولو هنا الـ Basic ECU بكل بساطة هو أنت كتحاول أنك تأخذ الموقع ديالك وكتربطه مع محركات البحث المرحلة الأخير المرحلة اللي شفنا هنا هو Google Search Console وكنتضم بالليلة فيديو رأي سيتلقاه هو هنا سيتلقاه في الـ 1.6 إذاً عندكم الـ 1.6 وعندكم الـ 1.8 فهذو داخلين في الـ Basic ECU المرحلة اللي غادي نشوفو احنا هي الـ On-Page ECU اللي هي المرحلة الثالثة بكل بساطة الـ On-Page ECU هما بعض الشروط اللي غادي يخصك يعني تكون عندك في المدونة ديالك وفي الموقع ديالك باش كتتحسن الجودة ديال المحتوى ديالك وما كتلقاش مشكيل مع الـ Search Console بحل مثلاً Google Search ثم كيناه Technical ECU هذي عندها بحل قلتي أي حاجة عندها الجانب التقني ديال الموقع ديالك يعني مثلاً الأخطاء اللي تيكونوا في الـ Page ولا في الروابط اللي عندك راكيكونوا داخلين في Technical ECU الـ Performance أو الصورة ديال الموقع ديالك داخلها في Technical ECU دان بالنسبة لهذي تايير غنضيروا عليها على فيديو وغضي نشرحوها بلي ديال الـ Off-Page ECU هي العلاقة ديال الموقع ديالك أو للمدونة ديالك بالروابط الخارجية أو للعوامل الخارجية داك شيء عليش تسميت بالـ Off-Page إذن الـ On-Page يعني كتكون داخل الموقع ديالك كتكون الصفحات اللي في الموقع ديالك الروابط الداخلية ديال الموقع ديالك بالنسبة الـ Off-Page ECU إذن هذه هما المراحل للـ ECU الـ On-Page ECU الـ On-Page ECU أو ما يسمى بـ السيو الداخلي للموقع داك شيء عليش قلت لكم ها الـ On-Page درى أي حاجة عندها علاقة بالصفحات الداخلية ديال الموقع ديالك إذن بالنسبة لتحسين السيو الداخلي فهو يشكل جزء أساسي من تحسين ترتيب صفحات الموقع على محركات البحث ديما الـ ECU كتكون عنده علاقة مع محركات البحث محركات البحث بحل جوجل بحل Bing إلى أخيري شنا هما العناصر اللي تتركز عليها الـ On-Page ECU هي العناصر ديال الصفحة الفردية يعني كل الصفحة غاد يخصك تقدليها الـ On-Page ECU ديالها باش يعني كتتوافق مع المتطلبات ديال محركات البحث انت الهدف ديالك من الـ ECU كامل هو أنك ترضي محركات البحث إذن شنا هما يعني شنا هما المراحل أو لشنا هما الخصائص ديال الـ On-Page ECU أول حاجة مراجعة المحتوى الحالي على الموقع ديالك والتدقيق يعني أنت تقدر واحد المراجعة للموقع ديالك اللي ضروري غاد يخصدج يكون فيه المحتوى يعني ماشي لكن عندك موقع جديد وما زال ما درتيش فيه لـ Posts و Pages و لـ Category على سبيل المثال تمشي تبغي تدير له الـ On-Page الـ On-Page ECU حتى يكون عندك محتوى في الموقع من بعد ما تدير المراجعة الهدف ديال 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 المراجعة هو أنك تتحسن الجودة ديال المحتوى ديالك على سبيل المثال إذا كنت تدرتي الـ Posts أو الـ Blog اللي درنا مثلا هنا في الـ Exempli اللي كنخدمنا من بعد ما تدير هذا الـ Posts سيقوم بتدير لهم الـ On-Page ECU وكي تدير لهم الـ On-Page ECU سيقوم بتدير لهم الـ On-Page ECU سيقوم بتدير بلوغين أو إضافة اللي سيتعاونك لكي تحسن المحتوى ديالك ما عليك تشوفه هنا طالع عليها ECU Details بالنسبة لهذه ECU Details من بعد ما درت الـ ECU لهذه الـ Posts ما سيقوم بتدير لك هذه الخدمة سيقوم بتديرها RankMath ECU إذا بالنسبة لـ RankMath سأريدتكم بحالة أنكم تنصدروا و تخدموا به أولا سيقوم بتديره فلاشين اللي هو هذا إذا RankMath سيقوم بتديره في الوحدة 8 ضروري سيقوم بتديره باش يعاونكم أنكم تديروا الـ On-Page ECU إذا هنا تأكد من وجود العلامات يعني علامات العناوين بحال Title Tags Descriptions إلى آخره هل ما يطلب صفة عامة الـ On-Page ECU كيس حليك الصفحات اللي كتحتوي مثلا على بزاف ديال الـ H1 وهذا الـ H1 سولتني عليها بزاف وفي هذا الفيديو غادي نعطيكم بعض الأجوبة على الأسئلة اللي كنتوا سولتني من بين يعني لاش تنخدموا الـ On-Page ECU هو أننا نحلو المشاكل ما يسمى Keyword Cannibalization أو لا ازدحام الكلمات الرئيسية هلو هذا المصطلح هذا شنو تعني من اللي كتدير مثلا من واحد الكلمة رئيسية لواحد البوست أو للواحد الأختيكل وكاتمشي كتدير نفس ديك الكلمة في شيء أختيكل آخر فانتهنا كتدير ما يسمى بالـ Keyword Cannibalization يعني هنا كيوليو عندك دوكليز أختيكل بجوج كيتنفسو على نفس الكلمة المفتاحية وبطبيعة الحال الهدف ديال الـ On-Page ECU هو أننا كنحيدو هاد المشكلة هاد ثم كنديرو أيضا ما يسمى بإصلاح الصفحات اليتيمة الصفحات اليتيمة هي الصفحات اليتيمة هي فيها الروابط الداخلية يعني كتكون يتيمة جاءت من السمية ديال الأورفن يعني ما كتكونش دير فيها الروابط الداخلية اللي غادي تديك كل شيء بـ Post او اللي شيء صفحة اللي كتكون في نفس الموقع ديرك تكشيع ليش تسمت باليتيمة وهذه أو الثاني نفس المشكل اللي غادي نديرو هو نفس يعني الحل اللي تيحيد لكم هذا هو هادران كمات هاتي يعني هادران كمات هي كتجبرك أنك تدير واحد الرابط الداخلي في كل بوست او لا في كل مثلا صفحة تحسين العناوين والعالمات الوصفية محتوى الصفحات تعزيز الروابط الداخلية وهذا الشي كامل غادي نشوفوه في الـ On Page إذا هذا هو الهدف من هادلا فيديو إن شاء الله إذا بالنسبة للمحاور اللي غادي نشوفو فهما هادو اللغة هادو اللي هنا هاد ساعة المحاور راوما اللي درت لكم هنا في هاد الخطاطة يعني غير باش ما تتلفوش إذا كان الـ Content Optimization وهذه هي أول مرحلة غادي نديرو وهذا الفيديو غادي يهضر غير على الـ Content Optimization من بعد في الفيديو اللي جاي إن شاء الله غا نوريكم بحالش تديرو الوضية للسيطة ديالكم ثم غادي نشوفو بحالش نقادو title و meta tag fixes يعني المشاكل ديال اللي meta ولي tag غادي نشوفو بحالش أننا نديروهم وهدي ديال الـ H1 حتى هي غا نحاولو أننا نحلو هاد المشكيل Keyword Cannibalization Orphan Pages ولي tag ولي content improvement الاخيري هالشي كامل غادي نشوفوه في الفيديو اللي جاي اللي غادي نرقزو عليه دابا هي Content Optimization ألوغ بالنسبة الـ Content Optimization أو التحسين المحتوى كيف مشرحت لكم في الـ Depart بكل بساطة انت عشنو كتدير كتعزز تجربة المستخدمين من خلال تقديم واحد المحتوى اللي كيكون منظم وقيم يعني المحتوى اللي كيكون عندك في الصفحات ديال الموقع ديالك لذا اختيك اللي كتكون عندك في المدوانة ديالك الهدف ديال أنك تدين لهم الـ On Page هو المستخدم المستخدم هنا هو فش لديك اللي كيدخل عندك الموقع اللي غادي يجيب غير قرار لاختيك ديالك او اللي غادي يدخل لموقع ديالك غادي يبلو دك شي مرتب ارا كيف ما شرحت لكم ديجا وكيف ما وردكم ديجا في الفيديو اللي فاتوا إلا تبعتوا معايا الفيديو اللي درنا فهنا را غادي يعني ما غاديش تلقوا هاد المشكيل ديال أن المحتوى ديالكم ما غاديش يكون مقاد يعني على سبيل المثال هنا يلدخلنا اللي بوستر كتلقى كل شي مرتب كل شي مقاد عندك هنا عندك التايتل عندك هنا الـ Author يعني شكل يكتب هاد الاختيك عندك هنا واحد الـ Introduction وهذا الـ Introduction كتكون بطبيعة الحال Optimize حيث تحتها هي راكت تلعبوا هاد دور كبير وهذه يلي كتأتيري لاتنسيون ديال اللي غادي يقرأ مثلا هاد الاختيك هنا كان خدمه Table of Content هنا أريدكم أنكم بحالة شخدموه برانكمات ثم من بعد مما كتابت لتحت راكت تلقى باللي عندك هاد المدوانة مكتوبة ومقاددة بواحد الشكل اللي كيكون منظم إذا هنا إلا تبعتوا الفيديوهات اللي دي جادرنا وخدمتوا في ذيك الأداة ديال الـ SEO Writing Tools فهنا بالنسبة للـ On Page SEO ما غا تلقاوش فيه مشكل حيث غادي تلقاوه بالليل أغلبية ديال المحتوى مقاد إذا باش ما نطولش عليكم شنا هما اللي تولز اللي غادي نخدمو بيهم اللغة هنا غادي نخدمو بجوش ديال اللي حويش غادي نخدمو بالـ Keyword Mapping اللي كنا درنا في الـ Keyword Research وغادي نخدمو برانكمات بلوغين أو الإضافة اللي كنا ديجا انصطلناها وهو اللي غادي نخدمو بها الـ Content Optimization دياله إذا بالنسبة للمراحل غادي نبدو بأول مرحلة هذا هو ما المراحل اللي غا نديروه 1 جوج 3 ربعة 5 المراحل تبعوا معي هذا المراحل وغادي تكونوا درتو الـ Content Optimization واللي هي المرحلة الأولى من الـ On Page SEO إذا أول حاجة غادي نبغيكم تديروها هو أنكم غادي تمشيوا الـ Google Search Console وغادي نحاولوا نشوفو هذا الـ Performance وشكي غادي نشوفو الـ Page ديالنا وشكي تندكساو غادي نشوفو السايت ما بوش تندكسات غادي نشوفو يكما جتنا الشي Manual Action ثم غادي نشوفو هادي ديال الـ Robots أو ديال الـ Crawl States واش فاليد ولا لا على ما بغيتكم تشوفو هو الـ Google Search Console ديالكم باش إلا كان عندكم شي مشكل من هادو أخصتكم أول حاجة تحلو هاد المشكل عاديك ساعة تكملوا الـ On Page SEO ماشين ثم مثلا عندكم مشكل فلان ديكساسيون وغادي تمشي تخدم هاد شي كامل وفي الأخير أنت أصلا ما عندك فلان ديكساسيون غادي نشوفو كذلك السايتماب واش دي جادرناها واش مقادة وغادي نشوفو كذلك الـ Performance واش كيبان لنا ولا ما كيبانش وغادي نتأكدو باللي عدنا هاد الـ Robots هذا الـ Robots XT والـ Crawler واش خدامين ولا ما خداميش عاديك ساعة غادي نمشيون برستوريوسنا مع الـ Consent Optimization إذا أول حاجة غدير هو أنك غادي تمشي ثم غادي تدخل الـ Search أو لا الـ Google Search cancel إذا نور مال مو ماللي كتمشي الـ Performance هنا غادي تشوفو واش عندك يعني هاد الـ Statistic واش كيبانو ولا ما كيبانوش إذا إذا كانوا مثلا كيبانو بهذه الشكل هنا وكانوا في واحد المنحانة تصاعدي يعني غاديين وكيتزادو فعرف باللي ما عندك تشي مشكل ما بين الربط ديالـ Google Search Console وما بين الـ Property ديالك اللغة هنا ما عندي تشي مشكل كيف ما كتشوفوه يعني هاو مالي كيبورتس بدأوا كيبانو التحت الـ Page ديالك كيبانو والـ Countries كيبانو إلى أخيره Search Appearance يعني هادو كلهم غادي نحاولو أننا نشرحوهم لكن اللي كيهم نحن دبه هو أننا في الـ Queries هاو ما راه كيني وبالنسبة لـ Clicks و Impressions هاو ما راه كيني إذا المرحلة الأولى ديالـ Performance هادي كينا بالنسبة للـ Page واش كيتانديك سولا لا باش أنك تتأكد باللي الصفحات ديالك يعني كتتأرشف هنا في Index هاو إذا كانت عندك مثلا مبينش كليكي عليها ورا غادي تبال لك وبالنسبة للـ Page عندي هنا 64-Paged-Indexات وعندي 261-Not-Index هاو اللي كتهمني هي هادي هادو اللي مكتوبة فيهم Index هاو غادي نحيدو هادي باش كتبالنا فقط لـ Page-Indexي وإلى هفتنا لتحت بالنسبة لهذا غيزون هادو فغادي نحاولو أننا نشرحوهم من بعد دابا ما تبرزتش راسك بهادو اللي غادي تدير هو أنك غادي تكليكي على View Data الـ Indexed Pages اللي هما هادو وهنا فين غادي تبال لك لـ Page-Indexه إذا normal مشحل عندي هنا من Page عندي 64-Page إذا 64-Page اللي داخلين فيهم لـ Post باش أنك تشوف مثلا الرابط كتجيل هادو الباقتي الوسطانية كتكليك عليها وغادي تجيل هنا وغادي تبال لك باللي راه هادي وغادي أختكلي إذا مشينا مثلا الهادي فهنا غادي نلقوها باللي كاتيجوري إذا مشينا لشي صفحة أخرى هنا غادي نلقوها باللي الصفحة الرئيسية لان هنا باش كتعرف شنا هما هات الصفحات اللي تأنديكسوه اللوغ هنا اللوجيك شكي يقول عندي هنا 64 صفحات اللي تأنديكسات اللي مخلطة ما بين الباج و البوست إذا مشيت الموقع الإلكتروني دي ومشيت اللي بوست هلوغ بالنسبة اللي بوست عندي 53 بوست وهنا عندي 64 64 يعني في التوطال يعني غادي نحيد دي 53 من 64 غادي تبقى لي 11 وإذا مشيت اللي باج فهنا كتلقى سبعة دي اللي باج يعني 11 اللي حيدنا منها سبعة تبقى ثلاثة إذا مشيت دابا اللي كاتيجوري كتلقى عندي ثلاثة دي اللي كاتيجوري وفي التوطال هنا شحال هي ديك 63 ولا 64 يعني أفكتت بيجز إذن هنا جميع الصفحات عندي تأنديكساو جميع الكاتيجوري عندي تأنديكساو وقاع اللي زختيك اللي عندي تأنديكساو إذن هدية باش كتعرف شنا هما هات الصفحات اللي تأنديكساو عندك هنا سينو غادي تجيل هنا وغادي تكليك على هذا شرا أدير مثلا 100 باش كيبان لك كيبان لك قاع الصفحات اللي عندك هنا وهنا ديك سعارة غادي تدير URL مثلا وتفيلتري مثلا هنا كتفيلتري هنا اللي مكتوبة يعني دابا أي حاجة كتبتي هنا على سبيل المثال إذا بغيت مثلا ثم نعطيكم شي مثال beef أي حاجة فيها beef إلى درتدان فهنا غادي تطلعوا لي فقط اللي مكتوبة فيهم beef هذه هي باش كتفيلتري كتكليك عود ثانية هنا وكتحيد وهنا كتدير العكس هنا كتدير اللي مفيهاش مثلا ذيك الكلمة اللي بغيتين تتقلب إذا لنضي غير طريقة بوريتكم غير بحالش بقى تفيلتري ليسونسيال بالنسبة لي حاليا 64 صفحة هي اللي عندي في الموقع ديالي إذا بالنسبة البيج إينداكسين ما عنديش فاهم مشكلة هنشوفو دابا سايتماب الوغ سايتماب مينك تجيبها قبل ما نسالي بالنسبة للإينداكسين رمشي غير الصفحات راكينا حتى هذه الفيديو وهنا را سيبانو لك على سبيل المثال هنا ما عندي شنال ليت أنديكساو وهنا عندي بزاف أو عندي 39 فيديو لم تأنديكساوش اللي لم تأنديكساوش راكي أعطيكم هنا لغيزون علش إذا كليكيت إليه فهنا غادي يقول لك لم تأنديكساوش بالنسبة لهاد الفيديو لم تأنديكساوش حيث هذا المشي دياولي هاد الفيديو اللي عندي هنا ولي كيكون وسط لزاختيك فهما مشي دياولي هنا ما غاديش نأنديكسيهم وأصلا حتى بالنحية فاشكنت كنقاد في بارامتر يعني ديال رانك مات إلا تفرشو في الفيديو ما أعطيتش واحد الأهمية لهذا الفيديو وحنا عدنا مدونة ومعدناش مثلا يعني ما مركزينش على الفيديو بزاف وإنما مركزين على الإزاختيك وهما اللي كيهمونا وش تأنديكساو أو لا إذا هنا كينا أيضا السايتماب هذه هي اللي بغيت نشوفه داباوش عندي لي سايتماب مقدين ولا لا الآن نرمال مو غادي تلقا وجوش ديالي السايتماب غادي تلقاوه هذي اللي كتكون مكتوبة فيها post-sitemap.xml وكينا wp-sitemap.xml الإسانسيال هو أنك إلا دخلت لأي وحدة فيهم ضروري تكون عندك هذي processed successfully وهنا رادي سعطيك أقلاوات ديال آخر مرتقلات ديالي السايتماب وهنا شحال من الباج اللي اللي يدار لها discovered الإسانسيال ضروري غادي تلقاها الجوج مكتوبة فيهم success يعني في الستاتيو ديالي سايتماب تلقى success ما غادي نتعمقوا في سايتماب بزاف حتى نوصلوا لها في المرحلة ديالي السايتماب ثم دابا غادي نشوف هذه ديال السيكوريتي السيكوريتي را غادي تلقاوها هنا وهنا غادي تلقا وجوج غادي تلقاوه manual actions وهنا غادي تلقاو security issues بالنسبة لهذا مثلا الإخوان اللي كيسولوا على المحتوى ديالي AI وشكين في مشكلة ولا لا إلا كان عندك مثلا شي مشكل أولا جوجل ضربتك بشي بناليتي را غادي تلقاها في manual actions ولكن عندك شي مشكل في الموقع ديالك من ناحية الأمن فغادي تلقاها في security issues إلا كانت عندك اعرف بالليرة الموقع ديالك ما بيتشي حاجة أخير حاجة غادي نشوفوه هي هدي ديالي روبوتس اللي روبوتس غادي تلقاوه تحت في settings ثم غادي تجيوله هنا في كرولين هنا إلا كليكيتو على open report غادي بل لكم الريبورت ديال روبوتس تي اكستي غادي نشرح لكم بالنسبة لهذا روبوتس تي اكستي هدا واحد الملف اللي كيكونوا فيه شادي نقول لكم كيكونوا فيه أو لبعض الأوامير اللي انتكت تعطيهم الكرولرز ديال جوجل أشنو يدير مثلا شنا هم الصفحات اللي يقدر انه يدخل لهم اللي ما يدخلش لهم وهنا ما غاديش نكتر عليكم باش ما ندوخكمش حيث هذا دابة حاليا ما كيهمناش تنبغيو نخدمو بي وغادي نشرحو لكم اللي سنصيل هدرا عبارة عن ملف اللي كيكون عندك في الموقع ديالك واللي كيعطي بعض الأوامير وبعض التعليمات اللي كرولرز ديال جوجل أشنو يديروا مثلا شنو يكروليو الوغة هنا الكرول states فهنا ستعطيك الربور يعني الريكويست اللي يداروا الموقع ديالك كليكي على اوبن ريبورت وغادي يبليكم بهذا الشكل هذا يعني هنا عدد هنا كيعطيك شحل الريكويست عندك وهنا راك يعطيكم امتى الاخير مرة تدار لها الابديت اللغة هنا كيفما كتشوفوا الموقع الى اعطاتكم هنا نو بروبلمس اعرف بلير ما عندك شي مشكل وهنا بلا نكتر عليكم بهذا المعلومات هدو حتى الشي فيديو ان شاء الله ونحاولوا اننا يعني نديروا فيديو معزول اذا من بعد ما شفونا بلي ما عندك شي مشكل مع جوجل سورتش كونسل كل شي هو هدك اللي غادي نديروا دبا هو اننا غادي ندوزوا لموقع ديالنا باش نخدموا برانكمات ونديروا الامبيج اي سيو ديالنا او لما عفوا نديروا الكنتنت اوبتميزايشن اذا كيفما قلت لكم من بعد ما تكون درسيلانستاليون ديالرانكمات هنا اردو معي البلا انا كنخدم هنا بالبيزنس تقدروا تخدموا بالبرو بالنسبة منين غادي نجيب رانكمات او منين غادي نجيب البرميوم حيث الاغلبية لكم خدام غير بالفري والفري ما غاديش تعطيك اذا بالنسبة لهذه حاولوا انكم تسولوا في الديسكورد ديجا هدر نزع معلم منين غادي تجيبوهم فقط تسولوا في الديسكورد وراء الاخوان غادي يجاوبوك او لا غادي تشوفو تيليغرام غادي نحط لكم اذا كنت تحديدو سيحيفم بنائم الآن ما هو المعمول من جديد هو انك ساتط事 لانالiyim تبكي ونتيق staff والي ازداد للك علامات 저기 غادي تحمل انا متحرين الو snaht اذا جد Supo لذلك الى ما كانوش مكونيكتين. حاول انك تكلكي على ريكونيكت وهنا غادي تعود تكونيكتين. دكاو. ولا طلعت لك بالخضر بهذا الشكل هذا. اعرف باللي رصافي تكونيكتات. ثم اللي غدير هو انك غادي سهبط للتحت. بالنسبة لهادي ديال الادسنس را غادي سبقى بالحمر إلا ما كانش عندك الادسنس مأكتيبي. اللي غادي تدير هو انك غادي سهبط للتحت. وشوفوا معايا هنا. غادي سبال لكم هادي ديال الابديت ديتا مانويلي. كليكي على هادي. ديالها اوكي. بحل ما هوك. وغادي تطلع لك فيتشين ان براسس. الوغة هادي غادي تخليها ما عارفش بالضبط ش حال واش غادي تخليها. تقدر تخليها ساعة ساعتين على حساب تل 24 ساعة باش غادي بانو لك ديك الساعة لزاناليتيكس. او اللي غادي سبال لك هاد ستارس في الرانكمات اوفر فيو. اذا هادي بالنسبة عنده مشكل ما كسبنش ليوم هاد الاناليتيكس. اذا شنو غادي تدير دابة. اللي غادي ندير دابة هو اننا نمشي ونديره ندير واحد المرحلة مهمة وهي اللي غادي تورينا اشنو اللي غادي نقدو وشنو اللي ما غاديش نقدو. واللي هي انك غا تمشي لغانكمات وهنا غادي تمشي الاسيو انالييزر. وبالنسبة لكم. بالنسبة ليا انا غادي طلع ليا بهات الشكل هادا حيدي ديجا درت ليه يعني ستارس اناليزي. انتو ما الى كنتو ديجا مثلا بحالي طلعت لكم بهات الشكل كلكي وعليها دري ستارس. الى اول مرة غادي تجي له هاد الابة اختيرة غا تبالك هنا ستارس. كليكي عليها وهنا غادي دي الاناليز الويبسايت ديالك. باش غادي يعطيك شنو ما الحوايج اللي غادي خصك انك يعني تدي ليهم الاوبتميزازيون باستخدام رانكمات. اذا هده ادية الوظيفة ديال رانكمات. اذا شفتوا معايا هنا كاز اعطيكم السكور اعلامية. هلو مثلا هنا عندي السكور سبعه سبعين اعلامية. عندي هادو اللي بالخضر كيتسمو باست تيست يعني هادلي تيست اللي درت رانكمات يعني واحد وعشرين من اصل 29 الله دازو. الورنينز عندي جوج من اصل 29. بالنسبة لفيلد تيست عندي ستة. يعني شنا هم دابة المشاكل اللي عندي. المشاكل اللي عندي هما هادي اللي كتكون مكتوبة فيهم وورنين. وهادي اللي كتكون فيهم فيلد تيست. انتما على حسب كل واحد شنو غادي بلي. بالنسبة ليا هنرى بانت ليا هادي ديال. في الورنين عندي هادي ديال اوتوماتيك ابديتز. وعندي ديال البيسيك اسيو اللي هي الديسكريبشن ما عنديش في الموقع. هادو هما اللي بانو ليا. وبالنسبة لفيلد كان هادي ديال الاتشوان او للعنوان واحد ما عنديش. يعني بالصفحة الرئيسية. بالنسبة لما كيف فهموش الانجليزية غادي سبقى تاخد هات التكست هادا. ديال له كابي. غادي سمشي لجوغل. ودير ترانزليشن. دير غير ترانزليت. وهنا غادي سحط ترانزليشن وغادي سعطيك بحل مثلا هنا كيقولك لما تم العثور على علامة الاتشوان يعني على صفحتك الرئيسية. الصفحة الرئيسية هي هادي. الصفحة الرئيسية هي هادي ديال الهومبيج. اذا فينا هي. ثم كينا المشكل ديال الالت ايميج يعني لزماج مدرج فيهم الالت اتريبيوت وهدو هما للزماج. ثم عندي مشكل في الكيووردس ما كينينش في تايتل وفي الديسكريبشن هاد الكيووردس يعني دوك الفوكس كيوورد والسكنديري كيوورد. الفوكس كيوورد ربعا ديال الصفحات ما فيهمش الفوكس كيوورد. البوست تايتل ما فيهش يعني الفوكس كيوورد. واخير وحدك هنا هاد ال اوبن غراف ميطع. اذا شنو غادي ندير. اولا مشيتوا لهدي ديال الالت ارغادي سعطيك كل شيء. هادو اللي بالخضر يعني ارى صافي مزيان. بحال مثلا كيقول يا باللي رأى كاينة في الهوم بيج ال H2. هادو هما العناوين اللي فيهم العنوان جوش. وهنا ما كيناش ال اولت في اللي زماج. هنا مثلا لينكس رايشيو. يعني شحل عندي ديال الروابط الداخلية والخارجية. الاسيو تايتل مزيان. ولكن رأى ما مزيانش. وهنا غادي نقول لكم علاش. وبالنسبة الاسيو تايتل رأى هنا خلص يكون عندك واحدة تايتل اللي انت ديجا درسيليه الاوبتيميزازيون. من اللي خدمنا يعني في الافيديو اللي اول. من اللي درنا هادي ديال. من اللي خدمنا نيش سيلكشن. ومن اللي خدمنا كذلك الكيوورد دي سيرج. غادي تكون ديجا جامع الداتا ديالك. وغادي تكون ديجا عندك اوبتيميزي. بحال مثلا هنا. انا ديجا عندي هادو ديال تايتل. ديسكريبشن الكيوورد. وهاتش رأى شرحت لكم بحال اشتقدوه. كينين هادو. وكينين كذلك هادو. لو كينين. على لغه هنا. انا مشيت للكيوورد ريسورج اللي كنت درت. فهدي هي التايتل ديال سي ديالي الميطة ديسكريبشن. المين كيوورد. وهادو السكنديري كيوورد. هاتش رأى رأى ريسول لكم بحالش انكم تديروه. فاش كنا اخدمنا النيتش سيلكشن. وبحالش اننا ناخدوه الدومين الى اخيري. لان هالمعطيات عندي ديجا موجودة. وكن نظن بلي حتى انتم مرة غدي تكونوا ديجا ديرين هادو المعطيات. اذا اللي سنتديروه دابة. هو اننا غدي نمشيو. واول حاجة غنبدوه بها هي هادو الورنينز. هلو الورنينز هنا. هنا كيقول لك بليل اوتوماتيك ابدايت. يعني من ديسكتيفية. هنا رأتي يهضر لك على رانكمات. ما كيهضر لك على السيت. اذا هنا إلا درتي انابل اوتو ابدايت. فهنا رانكمات عايو اللي دي الابدايت بوحده. هلو راكينا هنا. او لا راكينا ايضا فهدي دي الستارس. اللي هنا. وكينا. كينا هنا اوتو ابدايت. اللي هي هادي. اوتو ابدايت بلوغين. هلو هنا الى اكتيفيتها ودرت لها سايف تشينجز. الامشي تدابع الاسييو انلايزر. ارضو عايو لبال هادي اللي فيها جوج. انفو غادي ندير ريستارس اسيو. هنا غادي تحييض وغا تبلي عندي غير وحدة. اللي هي هادي دابع. الورنين الاخرى اللي كينا هنا هي الديسكريبشن. الو بحال لاش انني غادي نقاد الديسكريبشن. الو بالنسبة الديسكريبشن الاخوان فهو كيهضر لي هنا على الصفحة الرئيسية. اذا الصفحة الرئيسية غادي نمشي لها. هلو هنا الصفحة الرئيسية اما غادي تحط الرابط ديال الموقع ديالك او لا غادي تمشي للداشبورد. وغادي تمشي للصفحات او لا اللي باج اللي هي هادي. هلو غادي وما الصفحات كيف ما كتشوفوه هنا ركن ديجا كنجرب ندير الاسيو لهات الصفحات هادو. بحال مثلا الابوت اس السكور اللي هو 80. بالنسبة الابوت اس ما عنديش بزاف ديال الاختيارات باش انني نقادل لها الاسيو حيث ما فيش المحتوى بزاف. المحتوى اش كنقصد لكم. واناني فجيت نقادل لها الاسيو. يلا عندي تقريبا هادو شوية هادو. عندي هنا واحد لفوتو. هنا العنوان الى اخيري. تكشي علاش عندي السكور ديال الاسيو 80. لكن بالنسبة لها دي ما كتهمش. بالنسبة اللي غادي اللي غادي ننركز عليه هنا. هي الصفحة الرئيسية. والذي اختيك. اذا انا غادي نمشي مباشرة للصفحة الرئيسية اللي هي هادي. غادي ندل لها ايديت. عفوا ما تديروش ايديت من هنا. وانما غادي تديروا لها ايديت ود ايليمينتور. حيث احنا قديناها بايليمينتور. اذا انا دي الصفحة الرئيسية. هنا غادي نكليكيو على اي سيو. باش غادي نتبل لنا هادي البيريو ديال لي اي سيو. اللغة اي سيو هنا كيف ما كتشوفو رمازل ما قديد تشي حاجة. اللغة باش غادي نقادل الكانتنت ديال هات الصفحة هادي. يعني المحتوى باش غادي ندل لها الاوبتميزازيون. غادي نخدم برانكمات. اذا هدا هو الهدف ديال الرانكمات من هاد شي كامل. الرانكمات هناك يعطيني اربعة ديال المراحل اللي غادي خصنين تباع. كيف مادرنا في البوست او لا في ازال حتيك نبسهم غادي نديرو هناك فاطس직 هذه. اذا كان البيسيك لي غادي خصك تقدليها هادو. هنا عندك اول حاجة يقولك بتلي. خصك تزيد الفوكس كيوورد في السيو تايتل ديالك. ثم ق hàng لك بل لي هادي الفوكس كيوورد غادي خصك تزيدها في الميطال ث league officers and ynост Jesús. وقولك غايخذotics تخدم بالفوكس كيوورد يعني في البداية ديال محتوى ديال. اول حاجة غادي ندير هو انني هاد لمحتوى هذا. سنحاول نتعرف. الوقت. رأنت أنا لقد أقديسها. مثلا العنوان اللي سنخدم به. أو الديسكريبشن اللي سنخدم بها هي هذه. الكيوورد هذه هي الكلمة الرئيسية اللي سنخدم بها. وهذه هي يعني الكلمات التانوية. بالنسبة لهذا راه هو هذا. هاي باش تعرفوا من يجب دك المحتوى. دهن بالنسبة لهذا الشي اللي وردتكم هنا راه هو هذا. اذا انا اشنو سنقوم بذلك هنا. اول الحاجة غدي ندير هو أنني غدي ناخد العنوان. ثم غدي نجيل هنا. وغدي ندير اديت سنيبيت. وهنا غدي نحط العنوان. بعد ما احطك العنوان غدي نمشي. وغدي ناخد ديسكريبشن. او للوصف ديال الصفحة. وغدي نحطوه هنا. اللغم اللي غدي نحط هادو. اللي غدي خصنين ندير هو أنني نحط الفوكس كيوورد هنا. الفوكس كيوورد اللي غدي نخدم بها هي هاتي. ميت. ريسيبيز. اين فو غدي نحطه هنا. ارى اوتوماتيك مو كيكتبت للسكور. اللغو بالنسبة للبايسيك را عندي ديجا مقاد. اللي ما زال ما عنديش مقاد هنا. هو كي يقول ياب اللي را ديجا خدمت بهذا الكيوورد. اللغ ديجا خدمت بهذا الكيوورد غدي خصنين نرجع لبلاس لباج. ونشوف واش ديجا خدمت بالكيوورد. اللغو هنا ديجا خدمت بالكيوورد هنا في. في الابوت اس. اذا في الابوت اس غدي نحيد هاد الكيوورد هذي. حيث بغيت نخدم بها في الهوم بيج. وهنا كيف ما قلت لكم مخصومش دير وجوش ديال الصفحات. اللي كيكونوا مخدمين بنفس الكلمة المفتاحية باش نتجنبو الكيوورد كانباليزاشن. دينا هنا اللي غدي ندير هو أنا نعوض ما نخدم بهذا الكيوورد هذي. هذي نخدم بهذا اللي مفرقة. حيث هذي بالنسبة للباوت اس ما كتهمنيش. إذن هنا يمكنت ichTER replenish وجيد ده باكتو otros gospel. سفحة الوغة هادرة غادي تحييزة هادي دبال اللي فيها already used الى اكتواليزيت هنا نمش اسم اذا كيف ما كتشوفوا المشكلة اللي باقي عندي هي في الكي وورد density يعني ما زال ما مقدر عشنو غادي ندير غادي نجيل هنا وغادي ناخد هاد الكلمات التانوية اللي ديجا نقلبت عليهم ودرت الاوبتميزازيون وهنا فين غادي نحطوهم ولكن كيف ما كتشوفوا خصني هو اللول ندير الفاصيلة بناتهم هادو هادو هما الكلمات ديما لو بوتيت يعني تسلكسيون اكتر من كلمة مفتاحية واحدة بقادي الفاصيلة بناتهم ودك ساعة خود الكلمات ديالك ما اللي غادي تجي تحطوهم هنا اي تحطو بهذه الشكل هلو هنا شوفوا معايا تحطو لي اوتوماتيك مو تقدو يعني فاش كتكون بالخضر يعني كي يقول رانكمات كتقول لك بليرام مزيان هاد الكي وورد صرام اوبتيميزين على حساب الكونتوني اللي عندك هلو هنا من اللي غادي نسالي شنو غادي ندير غادي ندير بابليش وهنا غادي نرجع داش بورد ثم غادي نمشي لرانكمات اي سيو انيليزر هنا غادي نمسح الكاش غادي ندير برج اول ثم غادي ندير ريستارت فهنا بالنسبة للإي سيو ديسكريبشن ها هي يعني تقدت مزيان بالنسبة للهيدين اصلا لما تبدلتش الإي سيو طايتل ها هو يعني كل شي دا بمزيان اللي مازال ما مزيان شو هو اردو البل واحد القادية من اللي تقدوا هادي حاولوا ان هاته التايتل والديسكريبشن او لا عفوا حاولوا ان هاته التايتل هذا خدوا هاته التايتل اللي هو هذا اللي كنت انا ديش قديت وصيروا السيتينز وهنا في السيتينز جينيرل حاولوا انكم حتى هادي ديال سايت تايتل والطاق لاين حتى هو يتقد حيث هنا مخصكش تخليها ماي بلاك وهدي تخليها جس انا در وورد بريس ويبسايت حاولوا انكم تحطوا مثلا هنا غادين شد العنوان اللي ديتل هاي غادين نقسمه غادين ندير اسمي ديال سيتل فوق وهنا غادين ندير هاته التاقلين حالو دابي لاجيتل هنا قدر تسايف تشينجز وكيف ديما ديما بقى ديروا هدي ديال برج اول رجعوا لرانكمات اسيو انلايزر وهنا ديروا ريستارت فاش كدير ريستارت رانكمات كيعاودي اناليزي لكسميتو وكيشوف شنو البقي خاصك حالو شنو مازال خاصني هنا فيلد تاست واول مشكل عندي هو الاتش وان ما كانش في الصفحة الرئيسية غادين نرجع للصفحة الرئيسية حالو بالنسبة لهادو انا ديتليوم الوبتيميزازيون فينا او ما حالو غادين نبدل هاته ثم غادين نرضى الHTML tag هنا غادين نرضى H1 بالنسبة لديسكريبشن او اللي هاته ثم غادين نهبط الهنا الغهت تهيه غادين نحاول نشوف نحولها من الparagraph الh هذه عنوان ثلاثة وهذه غادين نرضى العنوان ربعة هذي هدين غادين نرضى عنوان ربعة هذي تهيه غا نرضى عنوان ربعة إذن هنا ملي غادي ندير Publish غادي نرجع على الثاني وغادي ندير لهذه Purge ثم غادي نجيل هنا وغادي ندير Restart إذن Score ولدى 85 إذا جيت الفيل تيست مبقاش عندي المشكلة في العنوين اللي بقي عندي فيها المشكلة هي Alt يعني اللي زي ماش وفي ال Focus Keyword ثلاثة دي الصفحات ما فيهم شهد ال Focus Keyword وفي ال Post Title يعني ما فيه ال Post Title ما فيهش ال Focus Keyword شنو غادي نديه بالنسبة لهذه ديال Alt Attributes هنا بكل بساطة يقول لك اللي عندك اللي زي ماش ما فيهمش هاد ال Alt وهدو هما اللي زي ماش ألو باش ما يتلفكم شنشو ما هاد ما تلفكم ش هاد الكتب هاد غادي تمشي الميديا Library هذه المكتبة ديال الصور اللي عندك ثم غادي تجيل هنا وهنا غادي تكليك على Missing Alt Tags اللي عندك هادو هما اللي فيهمش لطاك هاد الصور هادو أول حاجة غا تدير هو أنك تمسح الصور اللي ما خدامش بهم الآن الصور اللي ما خدامش بهم أول صور أخدام بها هنا هي هادي ديال هادو الكتاب هادو وهنا عندي بعض صور اللي مثلا هادي ما خدامش لي غادي نمسحها باش أنك تمسح اكتر من الصورة غادي تجيل هنا كليكي على هادي وغادي يوليو عندك بها الشكل إذا الصور اللي غادي نمسح كيفما قلت لكم وهنا لما كيبانوش لكم كاملين غادي تجيو غير لهاد Screen Options وهنا غادي تحييذو هاد 20 وديرو مثلا ميتين باش يوليو يبانو لكم قاع الصور اللي عندكم ورضو البال هنا واش دائرين Missing Alt Tags باش كيعطيوكم اللي ما فيهم الشليتاك هادي ديال team ما ما غاديش نخدم بيهم غادي يخسنين نمسحهم كنسيلكسيون اللي ما خدامينش لي ثم هادي كنت دائرها في الصيدبار ما بقيش خدام بالصيدبار داك شعليش غادي نمسحها ومن بعد غادي نجيل هنا Bulk اكشن هنا غادي ندلي هاد Delete ثم غادي ندير اوكي ولكن ارضو البال واش هاد الصور مخدامينش بيهم وعندكم تكونوا خدامين بيهم وتمسحهم اذا دا باش نو غادي نعود نكليكي على هاد الليكون هادي باش يتقدلوا لي الصور بهذا الشكل ثم غادي نجي عود تاني ونكليكي على Missing Alt Tags وهدو هما الصور اللي ما فيهم شليتاك اللغة اللي غادي ندير دا با هو اناني غادي نكليكي هنا هنا في غادي ندلي هوم اللغة التاك كتكون عندهم علاقة بالصورة مثلا هنا Chicken Recipe من بعد غادي تكليكي في شي بلاصة هنا باش كتولي هنا وكتكليكي على هاد السهم باش كتمشي للصورة التانية هادي مثلا Beef Recipe وكتكمل يعني هادو كله بغادي غادي خسك الدين لهم الالت طاق ديالهم اللغة بالنسبة لهنا غادي نديرو البيث حيث هادي ديال البيث هادي ديال السالمن Recipe دان هادو انتو ما نورمال مورة ما غاديش يكون عندكم حيث غادي تكونوا خدمتو إلا كنتوا خدمتو بدك اسيو ديك اسيو رايتين تول اللي كنت شرحت لكم إلا خدمتو بها هادك هي أوتوماتيك مورة كينا ديك لوبصيوب فیں نقدير هاد الالت تكس احنا هنا هادو حيث كنت ديجا جربت بهم يعني مرزولين داك شلحت لعولية بوحدهم دي الصنصير غادي خس كداروري دير الاولت تكس لزيمات كاملين دياء ههنا هادي كان ضن تشيكن وماس خربقوه مش رخصكم تحطوه داك شي كون صحيح انا هنا غير باش ندو زاد لباقسي باش مبقشتكم هنا هادي تشيكن بيف دان هادو كان ضن برلي هادي اللي بقات هادو كلهم خصكم تقدوهم ارضو البال هادو كلهم خصكم تقدوهم رأي لما حيتش غادي سبقاليك فلاناليتي دان هادو السلامون تشيكن واللي ما خدامش لك مساحة يعني ما تخليش عندك في الورد بريس باش حتى ما تتقلش لك من السيزة ديالك اه بحال مثلا هادي رخصين حيضة لي صالات ما عنديش انا في لريسيبي ما عنديش لي صالات هادي تهيه مخدامش لي صالات ما عنديش لك مساحة هادي تهيه مخدامش لك مساحة هادي تهيه مخدامش لك مساحة اذا اي وحدة مخدامش هادو كلهم خصني مساحة هادو رانسيس ما حيتش هادي وهادي لان هادو ما اللي خصني نحييت صافي بولك أرشن دليتس أبلاي ودي ما ذيري في دي ما تتكد حتي لما مسحتي هاركة مساحة يعني بمرة ما ما ديش تبقى لك هادو ما اللي بقاولي يا دابو هادي تهيه مخدامش لك مساحة هادو كلهم ما قادي نمسحه هادا لوغو هادا كسبو في غير لوغو عندكم تمسحه اللوغو هلا مسحتو رايي تحيد لكم انهادو ديليت أبلاي هادي لان مشي دابا ندير اسيو انلايزر وهنا غد نلقابل لدوك لزيماج تحيدات لهم الالت دان هنا وخيطلع لكم هاد المساج هادا حاولوا ديروا عود ثاني بيرج ديروا عود ثاني اناليزي الوغ هنا احنا قللك باللي في الصفحة الرئيسية كيني نوح ثلاثة ديال لزيماج ما فيهمش الالت سير ارجع للصفحة الرئيسية اللي هي هادي وش ناوما هاد لزيماج لما فيهمش الالت اشحال منصحة عندي عندي هادي الوغ هادي ما فيهاش الالت اذا هنا هادي اندليها الالت واندير سيلكت لو بالنسبة لهادي حيث هادي تاهية صفحة هادي فيها هادي احتا هي فيها هادي تاهية فيها يعني هادو رافيهم شما نصور ما زال ما عندش فيهم الالت ما عرفتش ببليش اذا هنا نورمال مفصل يكون حييد ليا ذاك ليرير ديال الالت اي فالت حييدت اذا انت فقط ركز لي على المراحل اولي على هادي الشرط اللي كاتع تكرانك ماب ورا غدي تقدس سكور هادي هادي بكينة تسعين اشنو ما زال عندي المشكل فيه الفوكس كيوورد ما كينيش في ثلاثة ديال الصفحات هادي كليك على هاد ثلاثة ديال الصفحات وادوما الصفحات اللي ما فيهمش الفوكس كيوورد البلوغ الكونتاكت والبرايفيسي بالنسبة لهذا في الاصل رما عندك ما تدير بانك تقدليهم الفوكس كيوورد حيث انت ما كترانكيش بهم ولكن احنا شنو غدي نديرو احنا غدي نديرو له الخاطر وغادي نجيو مثلا البلوغ وغادي نديرو ايديت وغادي تجيل هنا في المكتوبة هادي ديال الاي سيو او ديال الرانكمات وهنا غادي تكتب بسمية ديال الصفحة هادي هنا غادي ندير بلوغ ثم غادي ندير زيار السيف وغادي نرجع لال نرجع عودتاني اللي باج كونتاكت كونتاكت خدمناه بايليمينتو ذاك شيعة ماش غادي نديرو لها ايديت واد ايليمينتو هادو من بين ديال الصفحات او من بين اللي باج ديال ما عندهوش يعني الهدف باش انك ترانكيهم را ما كيترانكيوش مثلا كونتاكت ايسوا هادر ما غادش ترانكيها كونتاكت كاترانكي الصفحة رئيسية او ليلة كانت عندك يعني شيلاندين بيتش هدو هما اللي كتتخدم ليوم الاسيو. اخير صفحة بقاتلينا هي البرايفيسي بوليسي بحل مثلا البرايفيسي بوليسي. شنو بغيت انت تتقدل لها الاسيو. هي را ما كدرش باش انك تت. يعني باش بحل لقلتي تران كار ما غديش تران كار. اذا هنا. من بعد ما درنا الفوكس كي بورز. كيف العادة غادي نجع او تاني وغاندير ريستارت. ديما كان قد واحد المرحلة وكندير ريستارت. كانت شوفه اشتقدت او للا. اذا هنا بقتلينا هادي ديال بوست تايتل زميسين فوكس كي بورد. والاوبن غراف في ميطا. لو بالنسبة لهذه. هنا كل واحد فيكم على حساب شحل غادي تعطي. هنا اعطتني جوج دياللي باج وثلاثة دياللي بوست وما فيهم شل فوكس كي بورد في التايتل. عشانو كي قصد لك هنا. نبدأوا مثلا بهذه دياللي بوست. هنا كي قوليا باللي ثلاثة دياللي بوست. انسيت ما درتش الفوكس كي بورد اللي هي هادي. خص نفسها ها تكون عندي في التايتل. هلو هنا اشنا هو الفرق ما بين هادي او هادي. هاد الاس هادي. هلو راه نفس الكي بورد. ولكن هنا كينا اس. وهنا في التايتل ما كيناش. يعني شنو غادي ندير. يكفي فقط انا نجي ندير لهنا ايديت. وهنا غادي نزيد اس. بحال ما هوك اس. ثم غادي ندير سايف. هلو هنا ما غادي تبدلتش حاجة راه غادي تبقى البوست نفسه. الحاجة الوحيدة اللي يزدت هي هاد اس في التايتل. هلو هنا غادي نرجع لهاد الاخرين. هلو هنا ثلاثة غادي دا بيكون الجوج. وهنا غادي نحاول نشوف فين كينا المشكل. المشكل هو انني هنا دير دياليشيس. وهنا دير تايستي. غادي ندير لها ايديت وغادي نبدل هاد تايستي بديلشيس. وهنا ارى بطبيعة الحال الاس يرى ما غاديش يعني ما غاديش يقع فيه مشكل. هلو هنا هادو غادي نرجع لهم باش نقدوم. الاسنسي الاندي هنا هو من اللي غادي نرجع العود ثاني لهاد الاباش. هتبقى لي ببوست واحد. والمشكل اللي عندي هنا هو انني مزدش هاد ري سيبي. يعني انتارا غادي تكون عارف مني تكون كتدير الكيورد ديالك وكتقدم فالليز اختيك. كتكون عارف اشنو نسيتي. لغ هنا البال من غادي تدير هاد الموديفكاسيون ما تقترش على يعني الاسيو ديال البلوك ديالك او ديال الاختيك لديالك. لغ هنا من اللي هاد نجد حالية هنا يدر تريستارت. شوفو معاياذه تبقى لي فقط جوج ديال البلوك. هالا هنا سيبقى ليه جوج ديال البلوك. وهنا ل مشكلة تظブه Dia نعمل게 ببيد ما هوا ما اعطتني ديال الابوت اس والهوم؟ جمعا هنا الابوت اس والهوم بيج نشوفو مثلا ديال الابوت اس هذه ربما نقدرش انني نزيدها في التوتل ديال الابوت اس اللغة اللغة انا شنو كن 좋acey كنeno هنا وكندير quick edit وهنا كندير تهري دي السيس وكنحط الكلمة المفتاحية باتشكل هذا هذه هي اللي كندير غير باش انني يعني ما تفقاش تبلية مازال يعني فرانك ماضي اللغة هنا غاد ندير update ثم غاد نجيل هنا الادرس view شوفوا معايا ركت تزاد هذه هنا وهذه ما بغيتاش انا تزاد هنا اذا انا شنو غاد ندير quick edit وغاد نحيدها من slug اذا هنا في slug مليك تحيدها ركت بقالك هنا غير about دكوغ يعني هنا من اللي غاد ندير هذه الكيوورد هذي هذا about us في edit هنا مليك تدير quick edit حاول انك ملي تزادها هنا نمسحها من هنا يعني ما تكونش في slug ثم يعني نفس الشيء غاد ندير هذا ب الهوم بيج غاد ناخد الكلمة المبتاحية اللي هي هذي هنا غاد نجيل ندير quick edit تيري وغاد نحط الكلمة المبتاحية بهذا الشكل ومن اللي غاد ندير لهنا update غاد نعود ندير quick edit ونشوف ياك ما تحطط لي هنا في slug يعني ما تديروهاش هنا يفصل لك ثم من اللي غنسالي الو هنا شوفوا معايا من اللي غادي تسالي وإلى مشيتي دخل الموقع ديالك غاد نتلقى باللي تبدلت لك هذي إذا من اللي تبدلت لك ندبة هذي مشاولينا هذا يعني مشاولينا من الموني غادي خصنا نرجعو ونمشي والappearance موني ثم هنا وغادي خصنا في يعني في الهيدر غادي تساليكسيوني الهيدر ثم غادي تمشي تدير view all وغادي نزيدو الهوم بيج من اللي غادي غادي نزيدو الهوم بيج كليكي على هاد السهم هذا وحيد هاد الشي كامل وخليه غير اسمية ديال الهوم ثم دير save ثم غادي نزيدو الcontact والabout تحيط التاومات تمسحو لنا وفي الabout غادي نديرو لكي في مدرنا الهوم بيج غادي نمسحو هاد الكلمة المفتاحية وغادي نجيبو الabout الفوق ثم غادي نديرو save هلو من اللي سالينا غادي نديرو purge all وإلا مشينا دابا نشوفوا الموقع ديالنا غادي نلقاو باللي رجعت لنا الموني هلو هادي هي الموني هادي هي الabout وهادي هي الcontact اوكي إلا جينا دابا ومشينا للرانكمات اوكي إليزر وهنا درنا ريستارت غادي القاود وقليباج مشاو يعني ما تبقى لدينا ذاك المشكل هلو هنا 98 score الحاجة الوحيدة اللي بقت لينا وما تحيدتش هي هاد الopen graph هلو شنا هي الopen graph بكل بساطة الopen graph هي مليكة تاخد الرابط ديال المدونة ديال كوكتبغيت مشي عيني تحته بالsocial media كيفاش بغيتي العيني ذاك البوصيبان باش نعطيكم اكزمبل غادي ناخدوا مثلا شيء اختيكل ناخدوا مثلا هذا الوغة هنا بلات يمشيوا الفيسبوك الوغة نجو مثلا هنا الفيسبوك ولحطيت الرابط هنا في بريتن بيبلية مثلا عندي فهذا هو الopen graph الوغة الopen graph هلو ما تبقى فيه تبقى الصورة ديال الاختيك اللي انه اسمية ديال الموقع ديالك وهذي هي التسايتل ديال الاختيكلي ديالك اذا هذا هو الopen graph لو غانا شنو سيقولك يقولك هنا بالليرا ما درناش يعني ما قاديناش هاد الاطاق لو نور مهنة ره الاطاق مقدين مليك تدخل شي بوست افتاري دخلنا لهذا البوست مليك اتشكي لكي هنا في الاب باقس ديال الاسيو الابنغراف غادي تلقاها في هذي ديال السوشل اللي هي هاتي اذا هذي البوست هادر هو هادا الو هناش نو كي بلينا كي بلينا هذي ديال فيسبوك اتبنى الصورة غادي تبنى التايتل وغا تبنى اسمية ديال البوست في حالة مثلا معجباتك شادي وكنت بغي تدير شي صورة مغايرة غادي تجيل هنا وغادي تدير اد ايميج باش ما تكونش نفسها اللي داير انت في الاختيك ولكن غادي خصك اول حاجة تكون ديجا قديتيها يعني كتدير ستمية على 315 بيكسيل او لا هما اللي كي روكمون ديالك هي 1200 على 630 هادا في حالة مثلا ما بغيتيش نفس الصورة اللي في الاختيك اللي هي اللي تكون في البوست يعني فيسبوك ثم انتهنا ديك ساعة غادي تزيد التايتل اللي بغيتي والديسكريبشن اللي بغيتي يبانو عندك في فيسبوك كينا كذلك ديال تويتر نفس الشيء الى ما كتيش بغيتي تخدم يعني بها هادي ديال بغيتي يبانو عندك ساعة غادي نفس المراحي بالنسبة لهذه راماشي ايرور هادي خليوا وخاكت اعطيكم منايب اللي راماشي ايرور هي راماشي ايرور حيط راديجا كيف ما شفتوه هنا را مقاذب هلو غنائلة بوستيليوتور انا كافي باش انه يتحط لي بات شكل هذا اذا هذا فيما يخص كيف ما قلت لكم بحالاش اننا نبتيميزيو باستخدام رانك مات اذا شنو شفنا هنذا بات شفنا اسيو انلايزر ندرنا الابتيميزيو ديال اللي باج يعني الهوم بيج والابوت اس هذا هو ما اللي شفنا ما شفنا شي حاجة اخرى انتوما بالنسبة لكم اليك انتو باغين مثلا يعني غير باش ما نحكمش عليكم ونقول لكم مرة هاتش اللي كاين الهوم بيج قد يتقدل لها الاسيو ديالها الاو بالنسبة الهوم بيج هذه هي الكي وورد هذه هي السكيمة ديالها اللي هي عبارة عن ارتيكل فيها 98 يعني هادي رابط داخلي وهادي فيها جوج ديال للروابط الخارجية هدا هو الطرافيق اللي كي يجيها يعني 106262 بالنسبة الاخرين مثلا بحال الديسكليمر ايلا شو انتوما غير من هنا غادي تركزوا لي ايلا شنا هم الصفحات اللي غادي يخصك يعني اوبتيميزيوم بحال مثلا هنا الهوم بيج اللي مهمة هدا هو الطرافيق اللي كي يجيها بحال اللي برايفي سيارة كالجياغة 30 56 يعني الناس ما كتدخلش عندك التمال كونتاكت اس يالله 342 الاباوت اس من من اصل 106000 يالله دخلت 1837 اذا اللي كتركز عليها في الايس ايو هي الهوم بيج او اللي كانت عندك لاندين بيج شنو اخر اللي تقدر انك تاوبتيميزيه باستخدام رانكمات تقدر كذلك تاوبتيميزيه لذا اختيك لديرك او اللي بوست بالنسبة لهادو الاخوة نره ديجو ووريتكم بحالش انكم تقدو لهم الايس ايو ديجا لهم وراه شفتو لي فيديو عندنا فلاشين حاولوا انكم تفرجو هنا في الايس ايو اولا في تفرجو في الفيديو اللي عنده علاقة باول حاجة هي الكيوورد مابين ثم بحالش انك تقدر انكماط وعديك ساعة تشوف الكنتنت كرياشن ومن بين الكنتنت كرياشن راولتكم بزف كينا هادي كينا هادي ديال ايس ايو رايتين بحالش انا كتخدم تشار جي بي تي وحتى بالنسبة للصور را اخير فيديو هو ديال الصور من غير لي بوست راكا تقدر كذلك الكاتيجوري ارغب نعطيكم ايضا لهادو الكاتيجوري ديال اللي بيث ايلا دخلت الهنا ايه شوف معايا راكا تبال لك هدي ديال الرانكمات انا هنا راديجا قديت يعني قديت لها التسكريبشن وفي اخر حاجة دريت هنا هي الفوكس كيوورد نعطيكم مثلا الى كانت عندكم شي كاتيجوري اخرى سنشوف هادي ديال الشيكن اللقاء هنا مازال ما قديت لا هادي ما قديتاش را هادرت غير الفوكس كيوورد والكرا ما زل ما قديتاش اذا شوفوا معاي نقدو هذي ديال يعني هذي ديال إذا نقوم بإدت الكاتيجوري ثم هنا تبدأ رانكمات رانكمات نرمال مون ثم يبدأون هذا الشكل لذلك سوف تقوم بشكل تشاط جي بي تي تكونوا دائرين هذا الـ Keywords Everywhere هو اللي سوف يعطيكم هذا التمبليت ثم سوف تسليكسوني SEO On Page Optimization وهنا سوف تختار Meta Title و Description بالنسبة للـ Long سوف تقوم بـ Longly وفي الـ Voice Friendly اللغة هنا اللي سوف نخدم هي Checking Recipes بالنسبة لهذه سوف نقوم بـ Par Default ثم سوف نقوم بـ Execute اللغة هنا تشاط جي بي تي سوف تقوم بـ Title و Description ماذا سوف تقوم بـ الحاجة الوحيدة اللي سوف تقوم بـ هذا الـ Keyword هي اللي سوف تضع في الـ Focus Keyword ثم سوف تقوم بـ Title اللغة هنا سوف أعطاني بزاف اللي سوف نختار منهم اللغة هنا سوف نأخذ غير هذه أو لا نأخذ هذه حسن هذا هو الـ Title سوف نقوم بـ Edit Snippets نضعه الـ Title هنا اللغة هنا سوف تقوم بـ Title حاولوا أنكم ما يكونش فاية 60 في الـ Character ثم بالنسبة للـ Description اخذ شيء الـ Description هنا إذا كيف ما كنتشوفه 89 في الـ Score يعني رأي صافي مزيانة نقوم بـ Update إذا هذه هي الطريقة لكي سوف تـ Update الكاتيجوري ما هو آخر الذي نقدره أننا نقوم بـ SEO نضع بـ POST كاتيجوري لـ Page صافي يعني ما تخربك شيء حاجة أخرى إذا كيف رأينا هذا تأكدنا بـ الموقع ديال لن يوجد مشكلة انطلاقاً من Google Search Council رأينا المشكلة للناس اللي لم يبعنوش اليوم لـ Zanalytex من بعد ما تكون درسي البلوغين قدرنا SEO Analyzer وعطتنا هنا في الـ Score إذا هنا هذا اللغة هنا كيف ما تشوفه وعطتنا 98 إذا رأينا جيداً الحاجة الأخرى اللي يشوفنا هو بحلش اوبتيميزينا الـ Home page الـ About Us لكاتيجوري وكذلك لـ POST إذا نتمنى ما نكونش طولت عليكم فضلة فيديو شكراً لكم على حسن المتابعة إذا كان عندكم شي سؤال خليوا لي في كومنتر كان عندكم شي اقتراح كذلك خليوا في كومنتر شكراً لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء